اشتركوا في القناة جوجة مدلات وهو الطابولينو 600E الطابولينو مهو ايدا الكوادريسيكل المستوحى من اول Fiat 500 من 1936 الطابولينو ايضا موضل 2M من ستخوانامي فبالاضافة انه يشارك مع جميع المكونات التقنية فبجوجة يتم تصنيعهم في المغرب وكيفما هو الحال بالنسبة للستخوانامي والاوبل روكس اي الطابولينو هو 75 كم والسرعة القصوى هو 45 كم في الساعة والطابولينو تشارجه كلينو في اقل من 4 ساعة اما الثامانو هو 115900 درامو الموديل الثاني 100% كهربائي فياتو هو 600E ويستطيعون ان اعتبره الأخ الأكبر 500E خصوصا ان تصميم الخارجي متشابه نوعا ما لدينا مثلا في قدام نصف الأدواء في حين واحدة من الحويج الذين بدلون هم كلينوتو على شكل روموش اما اللور فالسو فاوربا يشبه لساة 100X وفي الداخل الموديل تقسم نصف البلانشة بورد جيب افنجر والذي انفذ بلقاب سيارة سنة في أوروبا في عام 2023 الخلاف الوحيد هي الكاسكادة الدائرية من الانتروماتيات نوعي 6 بوص والذي يأتي معها الكران تاكتيل فلوتان 10.25 بوص تحت الكابو يجب الموتور 100% كهربائية 159 شوفو مع باترية 54 كيلوواتر الأطنوية تصل 400 كيلو متر في السيكل و 600 كيلو متر في المدينة أما لا يشارج في البورن من 20-80% فقدر في 27 دقيقة فقط في المغرب هذا الفيات 600 أم توفر في نيسية أحدة وهي العالية لابريمة وتم الإطلاق 480.900 درم وبالمناسبة والبوكس مهدات بالمجان بالنسبة لفيات تسويق 600 أم 100 كربائية في بلدنا لا يكون سهل ولكن المركة الإيطالية تقام الموديلها خصوصا أن نسخة أخرى ستتم تسويقها قريبا كما ستشرح لنا جواد مبرو le niveau technologique de la marque, ce qu'elle sait faire. On a l'ambition d'arriver pour faire un certain nombre d'unités, une centaine sur l'année. Mais l'arrivée de la version hybride ou Mide Hybrid pour être précis avec ses 48 volts qui est prévue pour le Q3 2024 nous permettra sûrement de revenir dans un segment où on n'est pas présent depuis très longtemps, à savoir le segment B. Et là, nous avons de l'ambition. Effectivement, cette ambition-là se confirmera après le lancement du véhicule à ce moment-là on partagera notre ambition de marque et notre ambition sur ce segment-là à très vite sur wandeloup.com à très vite sur wandeloup.com